راح نشرح شرح مبسط أكثر في عندنا حدث خارجي هذه طبعا نفسية الإنسان بشكل عام في عندنا حدث خارجي موقف يصير جدامنا الموقف هذا يعتمد على أفكارنا ومعتقداتنا بناء على ترجمتنا ننتقل إلى المشاعر المشاعر مبنية على هذه الأفكار عقوبها يصير رد الفعل اللي هو السلوك الخارجي ردود أفعالنا مع الآخرين ومع الحياة بشكل عام. خلنأخذ موقف موقف خارجي مثال عندنا عزيمة عشاء ما تمت دعوتنا في هذه العزيمة شنو نترجم هالأفكار هذه شنو نترجم هالحركة في أفكارنا ومعتقداتنا. عزيمة ما تمت دعوتنا نترجمها ممكن نكون منبوذ أنا أكون منبوذ شنو المشاعر اللي تترتب على الفكرة هذه مشاعر حزن بناء على هالمشاعر رح يكون رد فعلي رد الفعل اللي يكون تلقائي للحزن عزلة هذا السلوك الظاهر اللي قابل للقياس إنه إنسان معزول فكرة ولدت مشاعر المشاعر ولدت سلوكه ورد فعل خلنغير الفكرة اتجاه الحدث بدال كلمة منبوذ نحط تبرير آخر مثال نسيان نسوا يعزموني أو يعني نسيان غيرنا الفكرة نسيان اقتناهم مبرر بناء على تغيير الفكرة تتغير المشاعر طبعا هذي مو من مرة واحدة من تكرار المشاعر اللي تتولد تقبل خلاص أنا راضي مشاعر الرضا والتقبل رد الفعل الطبيعي تجاه التقبل والرضا إنه يكون شنو مواجهة أو اتصال بالناس اللي مسويين العزيمة هذه هي الطريقة ببساطة للعلاج السلوكي المعرفي هي تكرار تغيير الأفكار محاورة نفسك بأفكار إيجابية بدال السلبية وبالتالي تغير المشاعر وردود الأفعال تصير طبيعية هنا بعض الأمثلة على الأفكار والمشاعر وردود الفعل بعض الأمثلة أنا سيئ يساوي حزن يولد مشاعر حزن مشاعر الحزن تولد عزلة أنا منبوذ تسوي مشاعر اكتئاب مشاعر الاكتئاب تساوي ممكن يكون إيذاء نفس أو انتحار الناس غدارين يساوي غضب الغضب الغضب يساوي سلوك عدواني أفكار مشاعر ردود أفعال توضيح أكثر الاعتقاد هو عبارة عن مجموعة أفكار فأنت صاحب الاختيار يا أما تزرع أفكار إيجابية أو أفكار سلبية ناخذ مثال على الأفكار السلبية الاعتقاد السلبي أنا إنسان غبي شنو الأفكار فشل مشروع رسوب دراسي طرد من المحاضرة فصل من الدراسة خسارة مادية أمي دايما تقول أبوي دايما يقول أنا غبي فبالتالي ترسخ عندك اعتقاد إنك غبي زر أو غرس اعتقاد إيجابي أنا محبوب هذا اعتقاد إيجابي الدليل أهلي يحبوني أغلب الناس قابليني أغلبهم ما في أحد مرفوض نهائيا أصدقائي دايما يسألون عني الناس دايما يرحبون فيني دايما الآخرين يبتسمون معاي أعبر بالحب والناس يعبرون لي عن حبهم لي إذا تبتغير اعتقادك ازرع أفكار إيجابية بدل الأفكار السلبية ترجمة نانسي قنقر